أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى 60 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجمعي الجديد 2021-2022 أضافت الوزارة أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات يستمر حتى يوم الخميس التاسع عشر من أغسطس الجاري شيرة إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال 24 ساعة بالإضافة إلى معامل الحاسب الألي بالجامعات